موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوريكس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوريكس الحلقة الثانية عشرة من برنامج تعليم الفوريكس النقود الإلكترونية العناوين النقود الإلكترونية المعتمدة اثنان نقود بايبال الإلكترونية ثلاثة نقود سكريل الإلكترونية أربعة نقود نيتلر الإلكترونية خمسة نقود ويبماني الإلكترونية ستة تحويل النقود الداخلي سبعة ميزات النقود الإلكترونية النقود الإلكترونية المعتمدة توجد أكثر من خمسين نوعية من النقود الإلكترونية حول العالم وأما يمكن فقط اعتبار عدد قليل منها ضمن قائمة النقود المعتمدة لذلك ينمغي أخذ جانب الحيطة والحذر حين اختيار هذه النقود للتداول نود الإشارة هنا للتحذير فقط إلى إيقاف العمل بالنقود الإلكترونية الصادرة عن شركة E-Gold وكذلك شركة Liberty Reserve المعروفة ب LR حيث بلغت قيمة الملف المتعلق بفضائح شركة Liberty Reserve نحو 6 مليارات دولار أمريكي وينظر إليه كأكبر ملف غسيل الأموال في التاريخ النقود الإلكترونية الأكثر اعتمادا في العالم عبارة عن PayPal Skrill Neteller WebMoney نقود PayPal الإلكترونية تعتبر PayPal بمثابة أهم أنواع النقود الإلكترونية في العالم تأخذ شركة PayPal من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها حيث تتمتع بترخيص رسمي للعمل من قبل مؤسسة NFA التي تقوم بمنح ترخيص العمل في مجال الأسواق المالية وكذلك الإشراف على هذه الأسواق يتسنى للعميل أن يقوم بفتح حساب النقود PayPal الإلكترونية من خلال تصفح الموقع الرسمي لهذه الشركة عبر استخدام بريده الإلكتروني وتقديم المعلومات الشخصية المتعلقة به والتي تتضمن وثائق الهوية وعنوان السكن وما إلى ذلك من المعلومات المطلوبة للتسجيل عند فتح الحساب وبغية التأكد من هوية صاحب الحساب تقوم الشركة بحسم مبلغ قدره يورو ونصف اليورو من حسابكم وذلك عبر استخدام حسابكم المصرفي أو بطاقاتكم الاعتمانية مثل Visa Card أو Master Card أو كليهما معاً أي الحساب المصرفي وبطاقات الاعتمان ثم تعطيكم الشركة رمزاً مكوناً من أربعة أرقام لإدخاله إلى موقع الشركة الإلكتروني من أجل القيام بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة يحق لشركة PayPal أن تطالبكم بتقديم وثائق الهوية وعنوان السكن وما إلى ذلك من المعلومات المطلوبة وقتما شاءت ولأي سبب كان وذلك قد يحدث في حالات النقل والتحويل المشفوهة أو إذا كانت هناك مشاكل فيما يتعلق بالسحب أو الإداع حيث تقوم الشركة بالتدقيق في مثل هذه الحالات نقود Skrill الإلكترونية شركة Skrill والتي كانت معروفة سابقاً باسم Money Bookers هي شركة بريطانية تتمتع بترخيص رسمياً للعمل من قبل المؤسسة FCA التي تقوم بمنح ترخيص العمل في مجال الأسواق المالية وكذلك الإشراف على هذه الأسواق يتسنى للعميل أن يقوم بفتح حساب النقود Skrill الإلكترونية من خلال تصفح الموقع الرسمي لهذه الشركة عبر استخدام بريده الإلكتروني وتقديم المعلومات الشخصية المتعلقة به والتي تتضمن وثائق الهوية وعنوان السكن ومعلومات مطلوبة أخرى للتسجيل إن الشركة تستخدم أكثر من أسلوب بغية التأكد من هوية صاحب الحساب أحد هذه الأساليب المستخدمة عبارة عن إرسال رمز إلى عنوان سكن صاحب الحساب عبر البريد كي يقوم بإدخاله إلى موقع الشركة الإلكتروني من أجل القيام بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة كما أنه يمكن القيام بالتأكد من خلال استخدام بطاقات العميل الإئتمانية مثل Visa Card أو MasterCard حيث تعتيكم الشركة رمزا لإدخاله إلى موقع الشركة الإلكتروني لطمأنتها من مصدقية صاحب الحساب وبطاقاته الإئتمانية إذا أراد العميل أن يرفع من سقف تعاملاته المالية لدى شركة سكريل من حيث عملية السحب والإيداع فعليه أن يحول مبالغا من حسابه إلى حساب هذه الشركة وأن يستلم مبالغا من الشركة عبر حسابه المصرفي يحق لشركة سكريل أن تطالب عملاءها بتقديم وثائق الهوية وعنوان السكن وما إلى ذلك من المعلومات المطلوبة واختما شاءت ولأي سبب كان وذلك قد يحدث في حالات النقل والتحويل المشبوهة أو إذا كانت هناك مشاكل فيما يتعلق بالسحب أو الإيداع حيث تقوم الشركة بالتدقيق في مثل هذه الحالات نريد أن نلقي هنا نظرة على موقع شركة PayPal الإلكتروني يعرض الموقع علم الدولة التي يعيش فيها العميل كما أنه تختلف تفاعلات الموقع مع العملاء من دولة إلى أخرى حيث يتم تحديد أساليب عمل الموقع فيما يتعلق بإدارة الشؤون المالية مثل السحب والإيداع بشكل مختلف في كل دولة فعلى سبيل المثال إن التعامل مع الزبائن في الولايات المتحدة الأمريكية يأتي بشكل آخر قياسا بما يجري في الإمارات العربية المتحدة أو جورجيا موقع شركة سكريل الإلكتروني مفتوح الآمامنا أيضا حيث يتسنى لنا أن نرى أسفل الشاشة ترخيص العمل الرسمي الذي تتمتع به الشركة كما أنه يمكن لنا مشاهدة ترخيص العمل الرسمي العائدة إلى شركة PayPal أسفل الشاشة نقود نيتيلر الإلكترونية شركة نيتيلر هي شركة بريطانية تتمتع بترخيص رسمي للعمل من قبل مؤسسة FCA و FSC عملية فتح حساب لدى هذه الشركة تشبه تماما تلك التي تجري لدى شركة سكريل حيث هناك حاجة إلى تقديم المعلومات الشخصية عبر البريد الإلكتروني واستخدام موقع الشركة الإلكتروني إن عملية التأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل العميل لدى شركة نيتيلر أيضا هي نفس العملية المتبعة من قبل شركة سكريل حيث أنه ينبغي على العميل أن يقوم بإرسال مبالغ إلى حساب الشركة وكذلك استلام مبالغ من حسابها كما ينبغي استخدام البطاقات الاعتمانية وكذلك إدخال الرمز إلى الموقع يحق لشركة نيتيلر أن تطالب عملاءها بتقديم وثائق الهوية وعنوان السكن وما إلى ذلك من المعلومات المطلوبة وقت ما شاءت ولأي سبب كان وذلك مرارا وتكرارا وليس مرة وحدة فقط نقود ويب ماني الإلكترونية ويب ماني هو البنك الإلكتروني الروسي ويعتبر من أقوى البنوك الإلكترونية حيث يتزنى للعميل أن يقوم بفتح حساب لديه عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال تداول هذه النوعية من النقود الإلكترونية أصعب من بقية أنواعها وذلك لأن معايير الحماية والأمان لدى شركة ويب ماني عالية جدا عملية التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالعميل تتطلب حضور العميل شخصيا إلى إحدى مكاذب الشركة وتقديم وثائق الهوية وعنوان السكن ومعلومات مطلوبة أخرى للتسجيل إلى الشركة بنفسه مستوى الثقة بالنقود الإلكترونية الصادرة عن هذه الشركة جيد لكنه لا يصل إلى مستوى الثقة بالنقود الثلاثة المذكورة أعلى تحويل النقود الداخلي أسلوب آخر يتيح إمكانية شحن الحسابات للعملاء هو تحويل النقود الداخلي والذي يتم داخل شركة الوساطة نفسها فإن العملاء يتسنى لهم عبر استخدام هذه الآلية أن يقوم بنقل الأرصد فيما بينهم وذلك يمكن فقط لدى شركات وساطة ذات مستوى منخفض من حيث ترخيص العمل الرسمية مثل الترخيص الصادر عن دولة نيوزلاند أما شركات الوساطة التي تتمتع بترخيص صادرة عن المؤسسات الأكثر شهرة واعتمادا مثل FCA وكذلك NFA فلا تقدم هذه الخدمة لزبائنها إمكانية تحويل النقود الداخلي فيما بين العملاء تأتي على شاكلتين وهما المحدود ومقابله اللامحدود حالة المحدود تمنح إمكانية تحويل الأرصد فقط فيما بين ممثل وعملاء متواجدين ضمن مجموعته مثل ما يجري في شركة ICM Brokers أو HotForex وأما في حالة اللامحدود فإنه يتسنى لجميع العملاء ضمن شركة الوساطة أن يقوم بتحويل الأرصد فيما بينهم مثل شركة ICNES وكذلك شركة Forex4U ميزات النقود الإلكترونية 1- السرعة الفائقة في السحب والإيداع مما يتيح للعملاء القيام بتسليم والسلام النقود في الوقت الحقيقي ولا يوجد إهدار للوقت كما في حالة الحوالات المصرفية أو عبر البطاقات الإئتمانية مثل Visa Card أو Master Card 2- النقود الإلكترونية قابلة للاستخدام لمبالغ مختلفة خاصة للمبالغ الضئيلة لأنه وكما قلنا سابقا تترتب تكاليف مختلفة مثل تكلفة التحويل ورسوم التبديل على الحوالات المصرفية بينما لا توجد هذه التكاليف لدى استخدام النقود الإلكترونية 3- استخدام الوحدة النقدية المطلوبة 4- فإذا كان الحساب بوحدة نقدية مثل الدرهم على سبيل المثال يمكن للعمل أن يقوم بفتح حساب للنقود الإلكترونية حسب الوحدات النقدية الأخرى مثل الدولار الأمريكي أو اليورو كما أنه في حال تحويل مبالغ ضمن هذه الحسابات فقد يتم الحسم على الحساب من حيث رسوم التحويل ولا تترتب عليها رسوم التبديل بعكس ما هو معمول به لدى الحسابات المصرفية الأخرى التي تتضمن رسوم التبديل أيضا 4- النقود الإلكترونية تتمتع بدرجة الأمان العالية جدا 5- النقود الإلكترونية تتمتع بدرجة الأمان العالية جدا لحالات الإداع 5- حيث أن معظم الأشخاص لا يرغبون بنشر معلوماتهم المتعلقة بالبطاقات الإئتنانية 6- مثل Visa Card أو MasterCard على المواقع الإلكترونية خوفا من تعرضها للاختراق على يد قراصلة الإنترنت 6- أما المواقع التي تقوم على إصطار النقود الإلكترونية تمنح الزبائن إمكانية العمل بأمان في إطار شبكة فيما بين الحسابات المصرفية والبطاقات الإئتمانية 6- العمولات التي تترتب على النقود الإلكترونية ضائلة جدا حيث لا توجد هناك تكاليف ثابتة وفقط على العميل أن يقوم بتسديد عمولة تتناسب مع حجم تداول المبالغ 7- استخدام النقود الإلكترونية لا يتطلب من العميل إدخال معلومات بطاقاته الإئتمانية كل مرة حيث يتسنى له أن يقوم بذلك ببساطة من خلال البريد الإلكتروني وكلمة السر 8- النقود الإلكترونية تتيح للعملاء إمكانية المتابعة حيث أن المواقع الإلكترونية القائمة على إصدار هذه النقود مثل PayPal و Skrill سوف تساعد العملاء على ذلك 9- النقود الإلكترونية تتيح للعملاء إمكانية الربط فيما بين الحسابات الإلكترونية مع الحسابات المصرفية والنقود الإلكترونية حيث يتسنى لهم القيام بتحويل المبالغ ببساطة 10- الذين يريدون القيام بالتجارة عبر الشبكة العنكبوتية بشكل Online سوف يجدون النقود الإلكترونية كمسار جيد يمهد لهم الأرضية الملائمة لإنجاز ما هو المطلوب نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة